من النقطة دي لو تسماحي يا فرد ويعني محاولة تحول قنوات الجزيرة واخوتها أنه نحول النطاق الإعلامي لساحة حار ليه إذن الجماعة بتحول استعراض بعض الوجوه المحروقة فعلا للتحريد على العنف من أبرزه محمد علي لاني ده وجهة حارق خرج قال أنا اعتزلت وبدين رجع مرة تانية بشكل تحريدي آخر يعني إيه التفكير هنا اللي بيحصل يعني إعادة إنتاج الفشل بامتياز يعني إعادة إنتاج الفشل الحقيقة أنا بشوفه نوع من أنواع الإفلاس يعني التوجه لمحمد علي مرة أخرى لأن لا يوجد أحد آخر لا يوجد حد يحاول المراهنة عليه محمد علي بيوصل إلى حد أنه يبيع إلى الجماعة وإلى هذه المنصات وإلى أجهزة الاستخبارات اللي بتدير هذه العملية كلها يبيع لهم الفولورز الذين يتابعونه يقدم لهم نفسه باعتباره قادر على الانخراط مرة أخرى من أجل الارتزاق من أجل المال من أجل العودة مرة أخرى إلى الواجهة أو إلى وجهة الأحداث لو كان هناك ظهر خلال الأشهر الماضية منذ انكسار واندحار محمد علي وانكشافه الكامل واعترافه وهو ذاته بالفشل المريع في نهايات العام الماضي لو كان ظهر أي شخص قدر أنه هو يجمع مجموعة من المتابعين ويقدم نفسه ربما كانت الجماعة رهنت عليه لكن لا يوجد أحد ولذلك هو إعادة تدوير هذه القمامة الإلكترونية إعادة تدوير حقيقي نفس الكلمات نفس الأداءات محاولة الضغط على الرأي العام المصري من دون فائدة محاولة التشويش طوال الوقت والحديث بصوت مرتفع وبصراخ وبأشكال متنوعة ظنا منهم أن هذه الأمور قد تأتي بمجموعة من المتابعين أو من المصدقين لهذه الأكاديب لكن الحقيقة هو صراخ في الفضاء الإلكتروني هل لسه في اعتماد على فكرة أنه ممكن مثل هذه الفيديوز أن تحرك أي ساكن لأي مواطن أنه هل هما متخيلين أنها فعالة على الأرض ولا الهدف ممكن يكون بسيط كزيادة في عدد المتابعين أنا بشوف أنه هو نوع من أنواع يعني المراهنة على أولا في جانب كبير من هذا العمل هو موجه إلى داخل صفوف الجماعة بذاتها وإلى كوادرها الشبابية بيحاولوا يصور لهم الأمر على أننا نخوض معركة كبيرة وكما يقول المثل الضجيج الذي ينتج الطحين ما فيش طحين طبعا لكن فيه ضجيج كبير جدا جدا من المهم جدا في اللحظة الرهنة كي نرمم الانكشافات والانقسامات واتهامات الفساد وغيره أن احنا نرممها بدفعهم للانخراط في هذا العمل وتصويره على أنه عمل وطني وأنه عمل هام على درجة عالية من الأهمية وأن هناك تحضير لحراج جماهيري كبير وغيره رغم أن هؤلاء الشباب يعني تجرعوا الفشل مرة بعد الأخرى لكن للأسف الشديد هم حالة الفراغ الكبير جدا التي يعيشونها يجعلهم يجربون بدل المرة ربما عشرات المرات على جانب آخر بالنسبة للمتابعين وللمروجين محاولة لاستثمار أي شكل من أشكال الضيق لدى الجمهور العادي أو لدى الرأي العادي الرأي العام العادي المصري أنها ربما هناك مجموعات قد تنضم لنا هم يلعبوا ألعاب قمار خاسرة لكنها في النهاية هي ألعاب قمار فعلا يلقي بكل هذا الجهد على مدار الأسابية إن كان على منصات الديجيتال أو على القنوات التلفزيونية قناة الجزيرة عادت مرة أخرى كي تفتح الهواء على مدار 24 ساعة من أجل الضخ المتتالي والمتوالي هذا الأمر لا علاقة لو بالخدمة الإخبارية ولا يمكن تسميته بأنه لا إعلام ولا أخبار بأي منطق من المنطق الساوي أو المنطق المهني المعتاد هو نوع من أنواع دفع وتقديم كل أشكال الدعم النزول بكل الأوراق كي يحاولوا أن يحيي العظام وهي بالأساس عظام فاسدة وعظام من الرميم بالفعل باعتراف هذه الشخصيات التي تلعب الأدوار هذه المرة أيضا ترجمة نانسي قنقر